ده في الدوري الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا كان فيه مباريات في منتهى الإثارة بين فيكا وآيكس اللي كتير أكيد ما افرجوش عليها وليلين يعني خلصت المباراة اثنين اثنين وعرفنا انها كاية مباراة مثيرة جدا في أمستردام مباراة كان فيها ندية كبيرة جدا مباراة الناس كتير افرجوا عليها أتليتكم مادريد ومانشستر وناتد خلصت واحد واحد أتليتكم تفوق جدا في الشوت الأول وتقدم على مانشستر بهدف وكان ليه كرة في العرضة في الشوت الأول الشوت الثاني مانشستر وناتد تحول وتحسن الأداء كثيرا جدا وقدر يسجل هدف التعادل في أسبانيا عشان يرجع به تعادل ثمين جدا قبل مباراة العودة في أولد ترافورد اللي مانشستر وناتد في أسوأ الظروف كان النهاردة بيلعب بروح عظيمة جدا وقدر زي ما قلت لكم يتعادل مع أتليتكم أتليتكم السنة دي غريب قوي يعني الهدف اللي جابه منشستر وناتد خط دفاع سيء جدا أتليتكم السنة دي مرعب في خط الدفاع أضعف من أضعف الخطوط الدفاعية اللي جات في مسيرة سيميوني اللي أكتر من عشر سنين مع أتليتكم مادريد خطوط أو خط دفاعي سيء جدا لأتليتكم مادريد جوف إليكس طبعا اللي كان في السورة دلوقتي عمل مباراة جبيرة أول النهاردة قدام منشستر وناتد تحديدا في الشوت الأول تلاعب تماما بلعبي ومدافعي منشستر يونيتد بعداء رائع جدا